اشتركوا في القناة في إدارة التعليم الديني احنا ككشافة التعليم الديني بدأنا كتوجيه رسمي في سنة 2018 من خلال مشاركة الكشافة في المخيم الكشفي السنوي في تشبد رقم 74 احنا طبعا الكشافة عندنا في التعليم الديني ثلاث مراحل مرحلة التدائي لها الصف الخامس اللي هم الأشبال ومرحلة الفتيان اللي هم المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية اللي هم المتقدم هذه الثلاث مراحل عندنا طبعا عدد القادة عندنا ما شاء الله 36 قائد يتم تدريبهم على دورات كشفية ودورات تربوية وكذلك الكشافة عندنا شاركوا بعدد 350 كشاف المخيم الكشفي ينامون لمدة أسبوع كامل في منطقة تشبد نعطيهم فيها كثير من الدورات والبرامج والأنشطة سواء كانت دينية تربوية كشفية رياضية اجتماعية لأننا طبعا كثير من المشاركات في الكشافة على الصعيد الكشفي في إدارة التعليم نفسها عندنا في المعاهد الكشافة هم مسؤولين عن تحية العلم وكذلك عن تنظيم دخول وخروج الطلاب مع طلبة النظام في المعاهد في المستوى الاجتماعي عندنا مشاركات مع الخطوط الجوية الكويتية من خلال استقبال ضيوف الكويت في اليوم الوطني نشاطاتنا في المعاهد الدينية أن الطلبة الكشافة هم المسؤولين عن تحية العلم في طابور الصباح وكذلك تنظيم أي نشاط موجود داخل المعهد القادة عندنا مسؤولين أيضا عن تدريب الطلاب وتأهيلهم داخل المعهد من خلال إعطاءهم دورات في عرفاء الطلائع طبعا مشاركتنا في المخيم الكشفي هذا المخيم سنوي يقام في تشبد تحت رعاية معالي وزير التربية يتشارك فيه ثم مناطق تعليمية إضافة إلى الوفود التي تأتي من الدول الخارجية بالتعاون مع جمعية الكشافة الكويتية عندنا يشاركون من عمان يشاركون من السعودية يشاركون من لردن من مصر من أكثر دول العربية والدول العالمية نشاطات الحركة الكشفية في إدارة تعليم الديني عندنا نشاطات داخل المعهد تأتي هالنشاطات بناء على المجالات الكشفية اللي عندنا عندنا المجال الديني من خلال إقامة أنشطة دينية للطلاب داخل المعاهد عندنا مجال الرياضي إقامة أيضا نشاط رياضي للطلاب داخل المعهد مثل البولينج وما شابه ذلك عندنا كذلك نشاط البيئي من خلال المحافظة على البيئة ومشاركة في يوم التخضير في الزراعة عندنا المجال الاجتماعي من خلال مشاركة الطلاب في أي نشاط داخل المأحد مثل تنظيم خروج ودخول الطلاب وكذلك المشاركة الكشفية والوطنية المجال الوطني من خلال أداء تحيث العلم يوميا في طابور الصباح من حيث المجالات ومشاركاتنا الخارجية شاركنا مع بلدية الكويت في تزيين الإعلام في الشوارع في العيد الوطني كذلك قمنا بوث في سوق المباركية كان هدف التعريف بالمعاهد الدينية والتعريف بكشافة التعليم الديني بشكل خاص وكشافة الكويت بشكل عام إضافة لذلك شاركنا مع الخطوط الجوية الكويتية في استقبال المسافرين في اليوم الوطني وتقديلهم هدية تكارية عندنا مشاركة الكشافة في أزمة كورونا وكان هذا طوال الأزمة من خلال مشاركتنا مشاهدين الكرام وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم أنتهى سلسلة التعليم الديني نراكم بإذن الله في حلقات مختلفة ومتنوعة إلى حين ذلك الوقت دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر